اشتركوا في القناة هيئة الكهرباء والماء مناقصة توريد عددات للعام 2019 و2020 بلغ أقل العطاءات نحو 900 ألف دينار كما فتح المجلس مناقصة لشركة تطوير للبترول لتوفير سوائل حفر الآبار والخدمات المتعلقة بها وبلغ أقل العطاءات 5 ملايين و897 ألف دينار أقفل مؤشر البحرين العام تدولاته هذا الأسبوع على ارتفاع نسبته 0.63% ليقفل عند مستوى 1322 نقطة وقد تصدر التعاملات قطاع الاستثمار يليه قطاع البنوك التجارية المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي بلغت كمية الأسهم المتداولة في برصة البحرين خلال هذا الأسبوع 58 مليون وتسعمائة وخمسين ألفا وخمسة وتسعين سهما بقيمة إجمالية قدرها 44 مليون و445 ألفا و443 دينارا بحرينيا نفذها الوسطاء لصالح المستثمرين من خلال 453 صفقة وتداول المستثمرون خلال هذا الأسبوع أسهم 27 شركة ارتفعت أسعار أسهم تسع شركات في حين انخفضت أسعار أسهم خمس أخرى واحتفضت باقي الشركات بأسعار إقفالها السابق وفيما يتعلق بمساهمة القطاعات في القيمة الإجمالية فقد استحوذ على المركز الأول في تعاملات هذا الأسبوع قطاع الاستثمار أما المرتبة الثانية فقد كانت من نصيب قطاع البنوك التجارية وعلى مستوى الشركات جاءت شركة الخليج المتحد القابضة في المركز الأول من حيث القيمة وجاء في المركز الثاني مصرف السلام والآن نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية أنشأت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري برنامجا سيسمح لها بإصدار سندات إسلامية بالعملة المحلية تصل قيمتها إلى 11 مليار ريال سعودي وأضافت الشركة أنها فوضت HSBC السعودية كمدير الإصدار الوحيد ومدير دفاتر لترتيب اجتماعات سيعقبها إصدار السكوك حسب ما تليه أوضاع السوق هذا وأسس صندوق الاستثمارات العامة هذه الشركة في عام 2017 لأدف تسريع إنشاء المساكن والتي تعد أحد أهم برنامج الإصلاح الاقتصادي عن طريق ضخ السيولة في سوق العقارات أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تأسيس شركة أرامكو السعودية للتجزئة كشركة تابعة مملكة لها بالكامل تعمل على تلبية احتياجات المستهلكين من وقود السيارات مع تطوير أعمال مستدامة ومربحة تتكامل مع سلسلة القيمة الهيدرو كربونية وستقوم الشركة الجليدة بأعمال البيع بالتجزئة وتعزيز العلامة التجارية لعملاق النفط السعودي وابتكار خدمات متميزة وفريدة من نوعها في مجال بيع الوقود والأنشطات التجارية الأخرى المرتبطة بمحطات الوقود كما ستتميز الشركة بقدر كاف من المرونة في أداء أعمالها مما سيمكنها من التكيف مع تطورات قطاع التجزئة نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل الرئيس الأمريكي يدرس إعلان حالة الطوارئ الوطنية على استخدام شركتي هواوي وزد تي الصينياتين دفع هبوط صدرات النفط في إيران حكومة طهران لزيادة كميات بيع الخام عبر برصة محلية للطاقة تقدر كميتها من مليوني برميل إلى ثلاثة ملايين بالعملة الإيرانية وتعد هذه الخطوة التي بدأت قبل شهرين محاولة للالتفاف على العقوبات الأمريكية والتحاول على بنودها عبر وضع القطاع الخاص في مرمى الإجراءات الأمريكية وقال وزير النفط الإيراني إن وزارته حصلت على موافقة رسمية لبيع ما لا يتجاوز عن ثلاثة ملايين برميل من النفط عبر البورصة بالريال الإيراني وقبل حزمة العقوبات الثانية كان طهران تبيع النفط عبر البورصة المحلية بكمية لا تزيد عن مليوني برميل على أن يتم الدفع بنسبة عشرين بالمئة بالعملة المحلية وثمانين بالمئة بالنقد الأجنبي كشفت بيانات البنك المركزي التركي عن تراجع ثقة شركات الصناعات التحويلية التركية إلى واحد وتسعين ونصف نقطة في شهر ديسمبر ما يكشف عن التشاؤم في هذا القطاع وفي شهر سبتمبر الماضي أظهرت بيانات المركزي التركي أن ثقة الشركات العاملة بقطاع الصناعات التحويلية في تركيا انخفضت لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009 وتعزز التوقعات بحدوث تباطئ اقتصادي حاد وتشهد مؤشرات الاقتصاد التركي تراجعا ما أدى إلى تزايد عدد الشركات التي تعلن إفلاسها يوميا بعد خسائر فادحة وغمض مستقبل الاقتصاد قال البنك المركزي الأوروبي إن الاقتصاد العالمي بصدد التباطئ في العام القادم 2019 ثم سيستقر بعد ذلك لكنه ما زال يتوقع ارتفاع الأسعار وتتأهب الشركات أو يتأهب المستثمرون لتباطئ في النمو الاقتصادي العالمي بفعل زيادة تكاليف الاقتراض بالدولار والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وألقى المركزي الأوروبي بثقله بقوة خلف هذا التوقع في نشرته الاقتصادية الدورية لكنه ما زال يتوقع ضغوطا تضخمية على مستوى منطقات اليورو إلى ذلك أظهر استبيان بنكوف أمريكا ميرل لينش لأراء مديري صناديق الاستثمار اقتراب المستثمرين من التشاؤم المفرط بأفاق نمو الاقتصاد العالمي حيث توقع تسعة بالمئة من المستثمرين حدوث ركود اقتصادي عالمي في العام المقبل فيما توقع ثلاثة وخمسون منهم ضعف النمو العالمي في أسوأ توقعات بشأن أفاق الاقتصاد العالمي منذ عشرية أعوام من جهة أخرى انخفضت توقعات مديرية الاستثمار لتضخم العالمي في العام المقبل في تحول كبير من توقعاتهم السابقة في شهر أبريل الماضي والآن نتابع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وسعر النفط والمعادن الرئيسية وفي الخبر الأخير يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإصدار أمر تنفيذي في العام القادم 2019 لإعلان حالة الطوارئ يتم بمجابها منع الشركات الأمريكية من استخدام معدات اتصالات من انتاج شركتي هواوي وزد تي اي الصينيتين وفي حال إصدار الأمر التنفيذي ستكون هذه أحدث خطوة تتخذها إدارة ترامب لإغلاق السوق الأمريكية أمام الشركتين وهما من أكبر شركات معدات شبكات الصينية وتزعم الولايات المتحدة أن الشركتين تعملان بتوجيه من الحكومة الصينية وأنه يمكن استخدام معداتهما في التجسس على الأمريكيين ونقلت مصادر عن قطاع الاتصالات والإدارة الأمريكية أن الأمن التنفيذي الذي يجري بحثه منذ أكثر من ثمانية أشهر قد يصدر بحلول يناير وسيوجه وزارة التجارة إلى منع الشركات الأمريكية من شراء معدات الشركات الأجنبية المتخصصة في صناعة معدات الاتصالات والتي قد تمثل خطرا جسيما على الأمن القومي